نهاردة الاهلي قدر يكسب مصر المقصة بهدف دون رد ونفس النتيجة كسب بها برامجز البنك الاهلي تعال نبدأ ونتكلم من حيث انتهينا اليوم الاهلي فاز على مصر المقصة بهدف دون رد مبدئيا كده الفوز مهم فوز بهدف الاليو ديانج في الدياعة 23 هو فوز مهم فوز بأسست من احمد عبدالقادر فوز كان مهم للنادي الاهلي في الظروف اللي بيعيش فيها النادي الاهلي بس فيه كلام كتير يتقال يتقال على الاداء يتقال على الرغبة يتقال على الاداء الفردي والجماعي والخططي يتقال جميع النادي الاهلي مؤكد مش راضي عن اداء الاهلي النهاردة طيب ما يسيدي فوز فوز مهم وانت بتنفس على الدوري يقولك لا ما هو الفوز على مين على مصر المقصة لو متزايل ترتيب جدول الدوري مع كامل الاحترام ليه وبالمناسبة قبل ما اتكلم كتير على الاهلي ما احنا لازم الاول ندي للفريق اللي كافح وقدى واكتهد النهاردة حقه ما هو مصر المقصة برضو ما يتعملش معانه ما كانش موجود خالص لا فريق دفاعيا حاول يمسك نفسه الفريق هجوميا هدد الاهلي الفريق لعب مباراة ملهاش علاقة بأرقامه في الدوري السنادي لعب مباراة فيها رجولة فيها روح ركز معايا فيها روح فالنهاردة عمل مباراة محترمة قدام الاهلي فيشكر مصر المقصة انه قدم لنا مباراة محترمة على حدود امكانياته على حدود امكانياته اما الاهلي فبصراحة الشديدة فيه كذا علامة استفهام اول علامة استفهام اول علامة استفهام بالنسبة لي بدلاء النادي الاهلي اللي ما كانوش بيشاركوا في فترات ماضية بشكل كبير انا بصراحة لو بديل في النادي الاهلي وخدت فرصة هنزل لكه للنجيلة هاكلها بدلاء النادي الاهلي لا احنا كنا كلنا بالنادي نقول هو محمود وحيد ما بياخدش ليه ما علي معلول ما يلازم يلايح علي معلول ومحمود وحيد ياخد كريم فواد لاعب مهم جدا وكان متقلق في فرق لاعب كليها وكان المفروض ياخد حسام حسن هو ما بياخدش ليه في لعيبة بقى كتير وعد زي ما انت عايز احمد عبدالقادر بنقول ان موهبة ما ينفعش تخرج من الملعب موهبة للقرى المصرية مش للاهلي بس ليه والاسماء اللي بقولها دي ما ينفعش يتقل عليها ان عندها ضغط بدني كبير عشان هي ما بتشاركش كتير محمود وحيد لدرجة النهاردة ان انت لاعب لاعب المدير الفني بيشاركك بيخليك تشترك عشان يرايح اللاعب الاساسي مش عشان انت احسن او مثلا هو مقتنع انك هتاعمل حاجة فانت فانت كمحمود وحيد مثلا ابقول على سبيل المسال امسك بقى في الفرصة اه هو انت مشاركني عشان ترايح اللاعب الاساسي بس انا مش هطلع من الملعب تاني مثلا نا انا عايز اقول لك رقم النهاردة كارسي كارسي ولا عرضية عملها كريم فؤاد ولا عرضية عملها النهاردة محمود وحيد كانت صحيحة اصلا عرضيات الاهل النهاردة كلها غير صحيحة باستثناء واحدة في لعبة كده كان بعد رقنية عملها ايمن اشرف واحدة بالصدفة يعني انا هنا لسه هكلمك على اداء تكتيكي وفني في الملعب بس هكلمك على حاجة رقمية بس تغرب جدا ما هو طبعا الاهل منهك بدنيا طبعا بس انت لما تقول منهك بدنيا دي تمسك بحمد فتحي وعمل السلاء اللي خلاص مش هيكمل الموسم مثلا على سبيل المثال حتى الشنوى اكثرهم يعني مشاركة بس هو حارس مرمى بس هي خرج النهاردة مصاب بخبطة يعني ربنا يشفيه ويحميه بس بقى اللعيبة ما بتشاركش كتير ما كانش بتشارك دوليا اصلا ليه قال اهل متأثر عشان برضو يعني ناخد حتة من هنا وحتة من هنا عشان بقى كلامنا منطقي وموضوعي الاهل متأثر جدا بغياب تلت جناحات مهمين جدا بيرستاو طهر محمد طهر حسين الشحات ودي فعليهم بقى محمد شيفي كان ممكن يستخدمه المدرب سوارش كجناح لو احتاج له فين حسام حسن انا مستني بقى حسام حسن كل المباراة يسجل هدف ولا اثنين ولا ثلاثة عشان يقول انا كنت مظلوم وانا كنت هدف الدولي ما اسموحه وكنش بالعب مع الاهل لا بقى له اكتر من مباراة بيشارك فممكن بقى يخش يعني المباراة اللي فاتت نعذر حسام حسن انه كان بيغيب كتير عن المباراة ومعندوش الحسادي لا خلاص خد الحساة بتاعت المباراة يتعلق يبدع